دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قدمت مقترحات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية وشددت على ضرورة بحث إمكانية وجود استراتيجية إقليمية هذه الاستراتيجية معناية بالتنمية المستدامة بتكون من نبع الوطن العربي جاء ذلك خلال كلمتها أمام المنتدى العربي للتنمية المستدامة عام 2019 والمقام حاليا في بيروت عنوانه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية أوضحت وزيرة التخطيط أن المقترحات بتشمل وضع معايير بتتناسب مع البلدان العربية على أساسها بيتم وضع قياس لخط الفقر على السعيد العربي لاختلافه مع طبيعة مؤشرات الفقر العالمية